أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي نستكمل مع بعض الحلقة الثانية حلقة القواعد وهنراجع مع بعض أهم القواعد الخاصة بالمنهج بتاعنا ونشوف إزاي نحل الأسئلة بتاعتها بطريقة سهلة ومباشرة تو تليفون أتا كوبين نبدأ مراجعتنا بالبرونوم برسونيل البرونوم برسونيل عندي طبعا زي ما أنتم عارفين برونوم برسونيل كومبليمون ديركت وكمبليمون انديركت طيب أنا لما أقول تو تليفون أتا كوبين هنا المفعول بتاعي وهسمي كومبليمون انديركت مفعول غير مباشر ليه لوجود حرف الجر أ طبعا أنا لما يكون عندي حرف جر يبقى أنا هسمي مفعول غير مباشر هنشوف إيه الاختيارات بتاعتي وإيه اللي بيمشي معايا مع المفعول غير المباشر بيقول لي تو تليفون اه تا كوبين طبعا انا هنا عندي اه تا كوبين دي سنجليه وكمليمان اندريكت يبقى ايجاب تيها تكون لوي مي كوبين vont رستي شي بوين بوور لماتش لوي ال ال او طيب عايزة انا بيقول حاجة لما يبقى عندي بريبوزيسيون حرف غر زايشي مثلا دايما نيجيني بعدها برونو تونيك طبعا انا بكلم عن مي كوبين دي بلوريال ومسكولن يبقى تيج معاها او مي كوبين بون رستي شيز او pour voir لماتش يلزون بارلي دي ساتي ستوار دي ساتي ستوار دا الكمليمان بتاعي وبيبدأ بده واي حاجة عندي في البرونان برسنال بيكون الكمليمان بتاعي بيبدأ بده هنلاقي الإجابة بتاعتها دايما الان يبقى انا لو عندي حاجة فيها او ان و دي لو عندي حاجة فيها ديو دولار لو عندي اي حاجة فيها عدد او كمية دايما الدمير بتاعي هو الان يلزون بارلي دو ساتي ستوار وي الان نان بارلي ولاء لاذ بوان تو طيب انا لما اشوف ولاء وبعدها اعرف ان دا صيغة امر يبقى هنا البرب بتاعي لاذ هتبقى تو لان دا برب برونو مينو من الافعال زو داميرين وهي في الاصل كانت سلفي وانا هنا مع تو صرفتها لاب تو و بوفي علي وليسي ان بوس وي جو بو علي ان بوس طيب ايه اللي انا شلته من الجملة الاولى اللي انا شلته اوليسي اوليسي دا الكمليمان ان ديراكت بتاعي وي بتكلم عن مكان هنشوف كده اختياراتنا هتكون ايه الان الاجراك الابوستراف ل طبعا الاجراك لان اوليسي مكان وده قمتليمان ان ديراكت ليه يحل محلو الضمير ايجراك داني point لليفر ج مو م ت دايما لما بيجي لي بعد الفعل في الامر الضمير بتبقى مو ما ينفعش ان انا اقول م م ممكن تيجي لو جملة منفية لو الامر ده منفي وساعتها هتيجي قبل الفعل اما في الامبراطيف افرماتيف الامر المثبت دايما هتيبقى مو بعد الفرب point سلاف سلاف زيما انا شايفا كده هل تنفع مع ج ولا تو ولا الان ولا نو طبعا سلاف يبا تمشي مع الان جملة افرماتب افرماتن افرماتن يبقى 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 يبق آخرها أهل التأنيس وأسل الجمع دي علامة الفيمينان والبلوريال طيب أنا عندي هنا يبقى إيه اللي ينفع معا بما إني أتكلم عن يبقى في خلال عشر دقائق لو أنت مضغوط طبعا وده كده قاعدة سي يبقى الجواب بتاع الفعل بتاعي هيكون امبراتيف أمر فهتبقى طبعا يبقى بسي كومبوزي وأنا عندي هنا جي ده لأكسي لير هنشوف الاختيارات بتاعتي عايزين نحط برتي بسي للverb بتاعنا اللي هو verب بوار بيقول لي بووي بوا بو بوار يبقى جي بو دو كافي مي بارون پوان بارتير پور لا فرانس طيب بارتير البرب على الانفينتف وطبعا معنا الجملة انه سوف يسافروا الى فرنسا يبقى فتور بروش يبقى من بارتير پور لا فرانس نرجعنا تاني الهير وللباسي كومبوزي أريف طبعا ده في البريزان فون تاريفي فتور بروش سون تاريفي ايوه هنا الجملة عندي وباسي كومبوزي لاني استخدمت في الاول المساعد اتر وبعدين البرتسيب باسي وعملت الاخور اللي هو الاس في نهاية البرب بنهاية البرتسيب باسي وطبعا الاخيرة اريف ده انفينيتيف يعني مش متصرف اصلا يبقى سون تاريفي طيب شاك جور يبقى زمن البرزان يبقى انا هاختار نيجاتيف نيجاتيف في الامر المنفي وطبعا بما ان في ناف يبقى انا الضمير بتاعي هحطه قبل الفعل هيبقى ت ضمائر ضمائر الملكية او صفات الملكية لما بيكون عندي الاسم بتاعي بيبدأ بحرف متحرك ما ينفعش ااخد صفات المؤنس باخد بدلها المذكر بردو نفس الشي هنا كلمة اكيب فمين وا اولها يبقى اقول طيب حاجة كده هبص عليها بسرعة ان كلمة كوزان اخرها اس معنى كده انها جام يبقى طبعا اللي تنفع معاها م بتاعة الجام طبعا انا هنا عندي مفرد يبقى بالتالي تاخد لر من غير س point کمانز لِكزامن دو جيو کم بین اکل هر ك قوا طيب انا بسأل عن معاید بدهیت امتحان ال جيوغراфی يبقى اکل هر اتون point دو كال double L E S كال انس L كال double L E كال L S طيب انا باقول هنا E طبعا واضح انها مسكلن وسنگليer يبقى اختار باقول بطعین من ميزا يبقى دو كوا سوفري و اللي ما تت مفی مل point وضعر واضح انها فيل امتحار نفی اعطا واضح انها فيل رائع من مل احطا أدوني سكادو طيب كلمة أري مسكولين أو سنغلية يبقى كل أدنسل أل قnejة أريد أنك بيقدون يوميا علي أريدwhat سكادو طبعا ما بيحبش الأعمال المنزلية أو المهام المنزلية طيب يبقى معنا كده أبدا ما بيرتبش سريره أخلي بالي من أن الكلمة تجور لها كلمة في النفق اللي هي جمي كي دون ست شمبر طيب أنا الكستيون بتعطيب كي وكي بتسأل عن الشخص ولما أحب أنفي هقول طبعا Person لا Person لا أحد تجري أكثر غطور لا جني فان طبعا لما أقول لك بمعنى أنت عايز قطعة أخرى من القطو يبقى أنت لم تعد قاعد جني بلوف Tu ne va pas la montagne السؤال بتاعي هنا من في Tu ne va pas la montagne أنت مش هتروح المontagne القبل طيب فاللي جمي يالي avec mes copains يبقى معنى كدن هو هيروح يبقى سي جمي يالي avec mes copains Tu ne veux parler a pas rien jamais personne Tu ne veux parler a person je trouve ton pantalon point beau a beaucoup bien très bon أنا عندي هنا بعض النوات كلمة beau وبو dit adjectif صفة إذا دائما مع الصفات بيقيل très beau إيمان أم point le futbol beaucoup bien très bon طيب المرة دي أنا هتكلم عن إن إيمان بتحب كتير le futbol يبقى أنا هاوصف l'a الفعل يبقى أم beaucoup le futbol j'ai déjà vu point om ce set insulte set double t e c لل plurial طيب أنا كلمة أم كلمة أولها حرف voyal يبقى تاخد set ب insulte لأنها مسكلة وأولها voyal point enfermear يتكتيب enfermear برضو أولها voyal ولكن مراجي هي féminine طيب هنشوف في الفيمينة هنختار إيه هنختار set ب t e لأن enfermear مؤنسة فset ب t e بتمشي لأي حاجة مؤنس سواء كانت كلمة عادية أو كلمة أول حرف متحرك je veux point gato ce set insulte set d t e c طبعا gato يبقى ce gato janty l janty l s janty w es طيب ميزامي هنا عندي جمع و masculine masculine plurial يبقى janty طبعا هتبقى ب l 1 s شكرا لكم أعزائي طلبة وطالبات السلامية العامة ونستكمل في الحرفة القادمة بإذن الله